اهلا بكم في حلقة جديدة من عين على اوروبا معكم سناء حمداني يسعدني تقديمها لكم من المانيا من قلبي اوروبا وفيها مقتطفات بارزة بعضها من حلقات سابقة واخرى جديدة اوروبا بالزوار مزدحمة فمثلا مدينة البندقية الايطالية يزورها حوالي 30 مليون سائح كل سنة وترس في موانئها سفن عملاقة بتوابق متعددة محملة بألاف الناس في رحلات سياحية لكن عدد السياح الهائل يشكل تهديدا للمعالم التاريخية وخصوصا في مركز المدينة لا عجب في انتماء البندقية الى التراث الثقافي العالمي الجدير بالحماية فكنائسها وجسورها القديمة مبهرة لكن منظمة اليونسكو هددت بسحب هذا اللقب ما لم يحدد عدد السائحين البالغ ارقاما جنونية صحيح ان ملايين الزوار يمدون الخزينة بمليارات الارباح السنوية لكن عددهما الكبير يتجاوز طاقة تحمل هذه الوجهة السياحية وهو ما يشكو منه سكان البندقية تنتبو باولو باتوسو الدهشة في كل مرة يعبر فيها جسر ريالتو ما الذي بقي من سحر هذه المدينة التي يرتدها ملايين السياح سنويا كيف تحمي البندقية نفسها من هجوم الزوار فهذا الارث الحضاري لن يستطيع البقاء برأي باولو فقط كمكان رائع لالتقاط الصور بسبب حب للبندقية أبحث عن أماكن وأشخاص يحافظون عليها فهناك ما يكفي من الناس الرغبين في عادة هذه المدينة لصابق عهدها يعيش باولو من العمل في السياحة كجميع سكان البندقية تقريبا وهذه هي معضلته وعبر جولات سياحية خاصة يلفت الانتباه إلى مشاكل المدينة كما في منطقته حيث ارتفعت الإجارات نتيجة تزايد الشغط السياحية مما يضطر السكان المحليين إلى المغادرة في الحالة التي يتردد عليها دوما يهيمن موضوع ارتفاع منسوب المياه في البندقية وانقراد أهلها قبل عشرين عاما كانت المدينة مكتظة بالحرفيين في مجالة تنبيد الأثاث والنجارة والصناعة المعدنية وتجليد الكتب كل هذا اختفى ما من أحد اليوم ينتج مراتب أو يصلح أخذية هذا يشعر أهل البندقية بالدجر إذ لم يتبقى شيء من مدينتهم التجارية الغنية استحبنا فاولو إلى سوق الخضار والسمك القديم والذي أصبح مجرد سوق للسياح في مدينة يتناقص فيها عدد السكان الذين يقمون ويعيشون فيها فعلياً عدد السياح الذين يلتقطون الصور هنا أكبر من عدد الزبائن الذين يتسوقوا هذا أمر مستفز ما جعل بعض بائع السمك يفكرون في طلب أموال مقابل تصويرهم السفن السياحية هي أيضاً من المشاكل الكبرى هنا وهذا ما يصدم مستفانو ميتشيلاتي فالسفن الكبير لا تكتفي بتحميل أفواج سياح اليوم الواحد بل تهدد أساساتها أيضاً العنفات الكبيرة لسفن لها تأثير المكبس فهي تحرك قاع الممرات المائية بأكمله ما يجرف الطين والوحلة تدريجياً من الخور إلى البحر المفتوح النتيجة هي أن البندقية التي بنيت على ركائز خشبية أصبحت تغوص أكثر فأكثر ما قد يؤدي إلى غرقها بالكامل لكن ستيفانو ميتشيلاتي لم يستسلم وتمكن عبر مبادرته الشعبية من منع السفن السياحية من المجيء إلى المدينة عندما تمر السفينة ينخفض منسوب مياه القنوات المحيطة حوالي 20 سنتيمتراً ثم يرتفع مجدداً بسبب الإزاحة وهذه قوى هائلة تفتت طبعاً أساسات القصور والكنائس والجسور عبر مبادرته كون استيفانو ميتشيلاتي صدقات وعدوات أيضاً فقد استثمرت هيئة ميناء البندقية الملايين في محطات الرحلات البحرية الكبيرة والآن وبسبب احتجارات السكان أصبح بإمكانها استخدام نصفها فقط منذ أربع سنوات ونحن نسمع بهذه المخاوف بأن سفننا تقضي على البندقية لكنني أؤكد مراراً وتكراراً أن هذا الخطر معضوم حتى بوجود أكبر سفنة سياحية لهذا يستمر قطع الرحلات البحرية في الترويج لرحلاتها التي تمر بسان ماركو رحلة فريدة من نوعها تجلب الملايين للقطع لكن جبهة مواجهة السفن البحرية الكبيرة أخذ في النمو بالطراد بسبب الغاز العادم الصادر من المداخن أيضاً هيئات الموانئ والمطارات هي التي تقرر مشاريع البناء الدخمة كل ما يهمها هو النمو ومزيد من النمو ولا توجد استراتيجة للحفاظ على المدينة كمدينة هذا ما يحزن ويغضب باولو باتوسو فخمسة وخمسون ألف محليين يعانون سنوياً من تدفق ثلاثين مليون سائح إلى المدينة وهذا ما يتطلب وضع استراتيجيات جذرية لمواجهته إنها مفارقة لكن أفضل سائح للبندقية هو من لا يأتي إليها فثلاثون مليون سائح سنوياً عدد هائل يرى باولو ضرورة أن تعود السياحة في البندقية إلى معدلات طبعية وهذا يتطلب من كافة سكان البندقية أن يتخلوا عن جزء كبير من أنشطتهم التجارية الكبيرة لإنقاذ مدينتهم ازداد اقتناء الناس للأسلحة الفردية في الأوساط المجتمعية التركية وخصوصاً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة لكن البعض لا تكون أسلحتهم مرخصة وفي أحيان أخرى لا تكون الأيد الإجرامية هي المستهدفة بل تسقط فتيات شبات بريئات ضحايا لهذه الأسلحة لم يدخل مهات بلانتوك غرفة ابنته هيلين منذ وفاتها قبل أربعة أشهر الطاولة والسرير والمرئات وكل شيء لا يزال كما هو هيلين كانت على وشك الالتحاق بالجامعة كنت أتطلع إلى أن أعلق يوماً ما شهادتها الجامعية لكن هذا لم يعود ممكن بعد الآن تم إطلاق النار على البالغة من العمر 17 عاماً في اسطنبول في أكتوبر الماضي وهي في طريقها إلى البيت صديق كانت قد قطعت علاقتها به رد عليها بالسلاح كما يحدث كثيراً في تركيا منذ ذلك الحين يناشد بلانتوك السلطات والمسؤولين بتجديد قوانين حيازة السلاح أطالب بجمع الأسلحة غير المرخصة على الأقل فهذا قد ينقض حياة الكثير من الناس فهذه الأسلحة يمتلكها في الغالب أشخاص يعانون من عقلية مريضة وجهل نهاد بلانتوك يتعرف على موقع الحارف بسرعة أثار كما في منطقة حرب تظهر في الطريق عدة مرات أطلق الجاني النار من بندقية نصف آلية على الضحية ألقي القبض على القاتل ولكن أطلق سراح بائع السلاح غذا يمكن أن تصيبني رصاصة من سلاح شخص آخر إن استمر هذا الحال الذي لا بد من تغييره لا أريد أن يعيش آخرون نفس التجربة فقط ابنتي وهذا يكفي ولكن القتل بإطلاق النار يتكرر يوميا في تركيا مقتل هيلين صدم زملائها في المدرسة ولكنهم لم يفاجأوا لأن الحصول على السلاح لم يعد صعبا اليوم في تركيا الأمر سهل جدا تطلب السلاح عبر الإنترنت ويصيلك حتى باب البيت التجارة عبر الإنترنت محظورة رسميا ولكن هذا لا يجلب التمؤمنة لسيما للفتيات والنساء بالطبع نشعر بالخوف فنحن نتذكر الحادث يوميا عندما نمر في هذا الشارع يقدر أن هناك نحو 20 مليون قطعة سلاح غير قانونية لدى الناس وأن نسبة الوفيات خمسة أشخاص يوميا سواء بالقتل أو عبر حادث أو انتحار مبادرات مواطنين على مستوى البلاد وصحيفة يومية تسعى لتغيير الحال ففي العام الماضي وحده تم شراء نحو 5 ملايين قطعة سلاح خاص والناشطون يرون أن هناك أسباب عديدة لذلك أحد المشاكل هي تيسير شروط رخصة شراء الأسلحة شهادة حسن السلوك وشهادة طبية تكفيا بالإضافة إلى ذلك ارتفعت نسبة الجريمة وترجع الاستقرار السياسي خلال العقب الماضي كما أن العقوبات المفروضة على حيازة الأسلحة بصورة غير قانونية خفيفة نذهب إلى الجانب الأوروبي من إسطنبول بعد تردد وافق أحد تجار الأسلحة على التحدث إلينا عن تفشي العنف المسلح في متجره يعرض علينا بندقية صيد تبدو كمدفع رشاش لا يمتلك أسلحة نارية قاتلة في المغزن كما يقول المالك فهو يحفظها في مكان آخر وهو يقول إن حضر الأسلحة نارية لن يمنع حالات القتل لذا من الأفضل ترخيصها قانونياً ينبغي تخفيف شروط شراء السلاح بشكل قانوني آنئذ ستكون حيازة السلاح تحت سيطرة الدولة وسوف ينخفض عدد القتل لأن الجنات سيتوقعون أن يتم القبض عليهم بسرعة لأن أسلحتهم مسجلة التاجر يعرض أيضاً بانتظام مسادسات وبنادق على يوتيوب وهو يقول إنها ليست دعاية محظورة فهو يعرضها على هوات جمع السلاح في كل يوم يزور نيهاد بلانتوكين قبر العائلة حيث وجدت ابنته الكبرى هيل المثوها الأخير واحدة من بين ألفين من ضحايا العنف المسلح في العام الماضي نيهاد بلانتوكين يريد مواصلة نشاطه من أجل وضع حد لجنون حيازة السلاح في تركيا فهذا دين ابنته عليه المهاجرون الأوروبيون في بريطانيا كانوا موضع ترحيب في الأوساط السكانية البريطانية لكن مساء الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي باتت تلقي عليهم بضلال معتمة فالعداء تجاه المهاجرين آخذوا في التفاقم وخصوصاً الوافدين من أوروبا الشرقية حتى وصل الأمر إلى تصنط جيران على جيرانهم بأجهزة متطورة كاميرا المراقبة هذه ليست لمراقبة اللصوص بل الجار البولندي وتحديداً غرفة الأطفال هذه الكاميرات وهناك واحدة ضيضاء وأخرى سوداء وواحدة هناك هل ترها؟ كاميرات موجهة لمراقبة العائلة البولندية لأنهم مواطنون أوروبيون إنه شجار غريب بين الجيران في جريت يارماث شرق إنجلترا وضد عائلة بي البولندية كما تقول دوروتا دارنال دارنال تعتني بالعائلة المتضررة فهي بولندية الأصل وجاءت إلى بريطانيا بعد أن حصلت على عرض عمل في أحد المصارف اليوم تمارس العمال الحرة كمساعدة أبناء وطنها الذين يعانون من مشكلات كمشكلة عائلة بي الوالدة أنيشكا تفضل عدم إظهار وجهها هي تخشى أن يتعرف عليها أحدهم في الشارع فالمدينة هنا صغيرة إن تعرفوا عليها تخشى من أن تتعرض لمزيد من الأذى لديها خمسة أطفال وتريد حمايتهم في البداية كانت دارنال تساعد المواطنين البولنديين في الحصول على إقامات بعد أن عانت هي من البيروقراطية البريطانية لكنها الآن ترفق العائلات إلى مراكز الشرطة عندما يشعرون بالتهديد بسبب انتمائهم لالاتحاد الأوروبي وهم بحاجة أكثر للمساعدة اليوم الجارة قامت بهذا الفعل لإخافتنا وتريد التأكيد على أنها من يسيطر على الحي والكاميرات تسجل أحيانا كما هددتنا عبر الفيسبوك قائلة أنا أراقبكم طلط الوقت أنيشكا وعائلتها يعيشون منذ أربع سنوات في هذا الشارع وقبل سنتين فقط انتقلت الجارة البريطانية أما التهديدات فقد بدأت بعد البريكسيت لم تكن لدي مشكلة لدى الطبيب أو في المدرسة أما الآن فقد منحوا أطفالنا أسماء أشبه بالشتائم والأطفال عادة يتحدثون عما يسمعونه من أولياء الأمور أخاف أن أتحدث بالفولندية في الشارع خوفا من الشتائم أحد رجال الشرطة قال لها يمكنك الرحيل أكثر من 70% من سكان جريت يارماث صوت لصالح بريكسيت والمنتجع السياحي على بحر البطيق يعتبر معقل عداء الاتحاد الأوروبي في الحانات والمطاعم يعمل العديد من الأوروبيين الشرقيين وفي الريف هناك المزيد منهم وهذا أحد أسباب عداء أنصار بريكسيت لهؤلاء المهاجرين أنا لست معادة للأجانب لكن بعضهم هنا غير مؤهل علمياً ويعمل بأجور متدنية وهذا ما يزعجني لكن الأمر ليس بهذه السهولة موعد تناول الشاي في بيرمينغام على بعد 200 كيلومتر وكما هي الحال في عموم بريطانيا يلتقي مواطن الاتحاد الأوروبي بشكل مستمر للتحدث حول المشاكل التي يواجهونها بسبب بريكسيت وقد أنشأوا جمعية تحمل اسم الملايين الثلاثة وهذا هو عدد مواطن الاتحاد الأوروبي في بريطانيا من ألمان وفرنسيين وبولنديين فجأة وبعد تصويت على بريكسيت بدأت أشعر بالقلق فقط لأنني مواطنة من الاتحاد الأوروبي وعلي الآن اتمام إجراءات كثيرة من أجل بقاء هنا في نهاية اليوم المدرسي تحضر كاسيا ابنها إلى المنزل طفلها ولد في بريطانيا في منطقة برمينغام المعروفة بانفتاحها على الوافدين الأوروبيين لكن هذا الوضع تغير ولم يعد أحد منهم يتوقف أمام الكشك لشراء شيء ما يجب أن يرحلوا لهذا أردنا البريكسيت وكذلك لكي نحافظ على أموالنا أعتقد بأنه كلما زاد عددهم توجب علينا دفع المزيد من الأموال هذا هو السبب الحقيقي تقصد الوافدين من الاتحاد الأوروبي في تلك الأثناء حصلت كاسيا على جواز السفر البريطاني فهي لم تعود قادرة على العيش مهددة بالترحيل بسبب انتمائها لالتحاد الأوروبي وعلى الروم من أن زوجها جيمس قسيس وسهم إلى حد كبير في حصولها على الجنسية إلا أنه يقول بأنها كانت مهمة شاقة تطلبت اتصالات هاتفية كثيرة إن لم تحمل هذه الوثيقة كوافد فلن تسير الأمور بشكل طبيعي بعد بريكسيت وليس على الآخرين تحمل ما تحملنا ولكن لا حدا يشعر بالضغط الذي عانينا منه كعائلة بي البولندية فبدون مساعدة دارنيل كانت ستواجه بمفردها العداء للبولنديين نحاول الحديث معها قبل توديعها ندق الجرس لكن لا حدا يفتح الباب هل تعلم أن الإنسان مدين في الكثير مما يأكله من طعام إلى النحل فالنحل لا يصنع فقط العسل بل أيضا يقوم بثمانين في المئة من عمليات تلقيح الأشجار والنباتات التي تثمر للإنسان الخضارة والفاكهة لكن المشكلة هي تناقص عدد النحل إلى أكثر من النصف في بلدان أوروبية عديدة بسبب مبيدات حشرية قاتلة كما في هذه البلدة الرومانية الصغيرة في السابق كانت ملايين من النحل التابعة لكوستل جريشا لا تطم هنا وتجمع غبارا طالع ولكن قبل عامين توقفت حركتهم في هذا المنحل انظروا لقد مات النحل كله وهذا كله بسبب المادة الكيميائية التي يرشون بها الحقول لقد دمرت منحلي بالكامل وفي وقت ما سيتعين علي حرق كل هذا اسم المادة الكيميائية في بروسيد في ربيع عام 2015 تم رش المبيد الحشرية على حقول القمح لمكافحة القراد كان وصول هذا السم لحيوانات المزرعة محظورا فعلا وعلى حد قول جريشالا لم يتم إبلاغ ذلك لسكان قرية بوييتشي الوقاعة في إحدى أفقار مناطق شرق رومانيا كانت هذه كارثة علينا نحن النحالين لقد انتزع منا مصدر رزقنا لا وجود للنحال من دون نحل لقد تسبب هؤلاء السادة بكارثة بيئية هنا لم يفكروا في البشر ولا في الحيوانات ولا في حالنا كل ما يهمهم هو جمع أكبر قدر من المال فقد جريشالا 24 خلية نحل وفقد معها مصدر رزقه كما هي حال معظم النحالين فإلى جانب الزراعة يعد العسل أحد مصادر الدخل القليلة لسكان قرية بوييتشي يحمل النحالون كونسانتين دغيغوتس المسئولية وقاموا بمقاداته بسبب استخدام المواد الكيميائية المحظورة إنه متخصص في مكافحة الأفات وهو من رش مبيدي في بروسيد القاتل وهو يعرضه للبايع دون تأريب ضمير وقد توقف حاليا عن بيع هذا السم لكنه يبيع سموما مشابهة انظري هنا تستطيعين شراءه لتفعل به ما تريدين لكن كيف يستخدم؟ التعليمات على العبواء مضى أكثر من عام على رفع القضية ضد دغيغوتس طلبت المحكمة تقريرا من خبراء الهيئة الزراعية لكنها لم تحقق في القضية بعد والسبب برأينا حالين يعود إلى عمل زوجة دغيغوتس في الهيئة وحمايتها له تبين الأدلة أنني بري كل الترخيص والموفقات على ما يرى كان علي قتل القراد والقراد يعيش في الحقول وليس في الطائرات أو السفن لذا قمت برش المبيدي هنا أنا لست مذنبا على الإطلاق رأينا حالين مختلفة منذ أن لفتت قضية تلوث البيض في بلجيكا وهولندا انتباههم إلى خطر استخدام في بروسيد مع حيوانات المزرعة وهم يعملون بالضغط على الشركة المصنعة في بوخارست لكنها رفضت إجراء مقابلة معها لكن فطورة تبين أنها زودت مربى الحيوانات أيضا بمبيدي في بروسيد رغم حظر الالتحاد الأوروبي له عام 2013 يصدر العسل من هنا إلى جميع أنحاء أوروبا إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكانت هناك تعاقدات ولكن منذ وقاع الكارثة وموت النحل لم نعد نبيع العسل خلافا لذلك تعتبر هذه المنطقة نظيفة جدا بوجود الغابات الضخمة ولم يكن هناك أي تلوث بيئي بعد سنوات من الهجوم السام بدأت الطبيعة تثعاف من جديد اكتشف كوستل جريشالا وجود نحل بري في إحدى خلايا النحل لديه وهذا ما يشجعه على بدء تربية النحل من جديد لكنه لن يتمكن من العيش من مدخولها إلا بعد فترة طويلة وإلى قصتنا الختامية تصوروا أن محكمة ألمانية حكمت على إحدى العائلات بالامتناع عن التدخين في شرفة المنزل وحديقة البيت الخاصة وذلك بعد الشكوى قدمها الجيران إلى المحكمة بعد انضايقتهم أدخنة السجائر المتصعدة لم يعد بإمكان ديك دوف تدخين سجارة في استرخاء بشرفة منزله في دوتموند الساعة تقترب من الثانية عشرة وعليه أن يأخذ الأنفاس الأخيرة من سجارته بسرعة وإلا سيتعرض للسجن فقد أصدرت محكمة دورتموند الابتدائية حكما على دوف وزوجته بعدم السماح لهما بالتدخين في حديقتهما إلا وفق جدول زمني محدد مرة كل ثلاث ساعات عدى ذلك ممنوع منعا باتا الدخان يزعج جيران وازداد هذا الإزعاج بعد أن بنت عائلة دوف سقفا فوق شرفة المنزل بناء السقف بشكل يسمح بتسرب الدخان للجيران بشكل مباشر يتسرب الدخان في هذا الاتجاه ثم عبر الجدار باتجاه الأسفل ويصل إلى المنزل في الأسفل ويتسرب إلى غرفة النوم ثم القبوة منذ ثلاث سنوات والمحكمة منشغلة بقضية دوف والدخان المتسرب من شرفة منزله وفي الوقت الذي لم تجد فيه المحكمة إزعجا مباشرا للجيران إلا أنها أقرت بوجود الرائحة المزعجة أصدرت حكمها بضرورة تدخين في أوقات محددة من اليوم وينص قرار المحكمة على دفع 250 ألف يورو أو السجن ستة أشهر إذا لم يلتزم دوف بخطة تدخين التي أقرتها المحكمة وهنا في الحديقة الخلفية غير مسموح لي غير مسموح ممنوع ممنوع في مجمل الحديقة لما؟ لأن القادي قرر ذلك بعد طلب من الجيران الجيران لا يريدون الظهور أمام الكاميرا للحديث عن حرب السجائر والموضوع بات حادث مدينة دورتمونت بين المدخنين وغير المدخنين أتساءل لماذا يدخنون؟ فهذا مضر بالصحة والجميع يعلم ذلك على كل الاهتمام بشؤونه لأن لدى الجيران ما يزجع عائلة دوفا وحول هذا الأمر لا أحد يتكلم ولكن لأن الأمر يتعلق فقط بالتدخين يرى البعض اللجوء للمحاكم هذا ما لا أفهمه هذا تفكير ألمني تقليدي تحديد موعد الإزعاج وموعد التدخين هذه مساءل شخصية واجب مراعاتها محامي دوفا غير مقتنع بالأسباب التي استندت إليها المحكمة في قرارها الخلاف هنا يتمحور حول اثنين من الحقوق الأساسية الأول هو حق الحفاظ على الصحة وهما يطالب به الجيران والثاني هو حق عائلة دوفا في حرية الحركة في منزلهم الذي هو ملك لهم والتدخين أيضا إن أرادوا كم الساعة؟ الثانية عشر إلى أربع دقائق يعني أمامك أربع دقائق ويبدأ حضر التدخين أما أنت فبإمكانك التدخين احتر زملائك وابدأ جميعا بالتدخين بحلول الثانية عشرة يبدأ منع التدخين لعائلة دوفا فقط لكن هذا غير منطقي فهنا يمكن لأي ضيف التدخين كما يشاء وكذلك الصحفي فيما يكتفي دوفا بالنظر إليه بعد الثانية عشرة ليست هناك مشكلة ففي دورتمونت يختلف دخان عن دخان إذن من الأفضل على الدوام أن يكسب الإنسان مودة الجيران وبهذا نأتي وإياكم إلى ختام عين على أوروبا ولكم مني ومن طاقم العمل أطيب المنام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر